مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك العاطقراءة رح تنطبق على الطالع والشمس وايضا القمر عزيزي برج القوس هالمرة رح يسوي القراءة بطريقة واسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيب او الشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب الاخر اللي هو هني ينطبق اكثر على وضعك مع الشريك فاعكس القراءة بما يناسب وضعك اول شي رح ابتدي بطاقتك الحالية الطاقة العامة والمتفرعة طاقتك العامة هني والطاقة اللي رح يتفرع منها الموضوع بينك وبين شريكك ونشوف الحين طاقة الشريك الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة عزيزي برج القوس طاقتك الرئيسية هو البرج كرت برج العقرب البرج تغيير شامل مو دائما الناس يفكرون يشوفون البرج يفكرون تغيير سلبي بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز عشر خطوات عشر درجات عشان تصل الى مرادك بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين اننا راح نمشي خطوة بخطوة ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة ولكن هي حقيقة النعمة تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة اشوف في تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع الشريكة خلا نشوف شريكك عند خمسة السيوف تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معاك راح يكون ملخبط معارف شلون يتعامل معاك لان بسبب هاي التغيير الشامل ممكن انك مثلا بالعادة دائما كن طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة في الفترة القادمة بالعكس راح تضربه بريك وتقول لا من يوم رايح تب تسوي شيء انت لازم تسويه شريكي او ممكن يكون العكس اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكنت دائما تطلب من الشريك ان اه هو اللي يعبر اه هو اللي يثبت فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء اشوف انه في شيء في حدث مهم احتمال انك سمعت تجربة اخرين سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته ايه اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس والطبقة تمتدي الطبقة بحياتك ولكن شريكك شوية هني كأنما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه طاقتك الفرعية هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك طاقة فارس الارض فارس الخماسيات بالعادة برج القوس من اكثر الابراج عفوية وايد عفوي وايد يتصرف على طبيعتها ولكن قلت لك في شيء حدث او سيحدث في الفترة القادمة ابدا مش يسلبي بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة او تغيير شامل هني الى طريقة تفكيرك وتصرفك المعتادة رح تبسدي تحسب احساب كل ملي من تصرفاتك تحسب احساب اذا انا عطيت الشريك شذي شلون راح على اي نتيجة راح احصل معه رح تفكيره رح تصير حذر اكثر في تعاملك معه حذر حتى شلون تأثر انت عليه اذا مثلا تبي تعلمت بالدربة ان اه هو اللي بادر ان اه هو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها رح تبسدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر طاقة التوجيه ستة السيوف اوكي وشريكك رح يتبعك لان ستة السيوف الكرت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة الى مرحلة اسهل بالضبط لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج الى الهام منك انت انت تراوي الطريق انت اللي تبتدي اتمحد للطريق شلون تبي نتعامل مع بعض شلون تبي حين احنا واجهنا مثلين عقبة شلون نتعامل مع الوضع شنو استراتيجيتنا القادمة شنو خطتك الشريك يتطلع اليك هني صح هو في البداية ينصدم شوية من تغييرات المفاجئة اللي رح تصير كأنما على شخصيتك ولكن في النهاية رح بالعكس تكون انت هني بمثابة تشوف الفرصان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة تكون بمثابة القدوة له تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي رح تكون تقييد او تلهم شريكك انه يتبعك يتبعك في الطاقة يتبعك في التصرفات يمكن انت هني تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموال يوفر اكثر يصرف اقل انت اللي قاعد تتمهيد الطريق او قاعد مثلا تبي بالعكس اتخلي يصرف اكثر او يكون كريم اكثر يبادر يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك ايضا في ابراج وايد كانت عندهم هاي الطاقة اليوم انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم الى بدل ما يظلون في طاقة التدمر وانا مش عاجبني طريقة تصرفه معاي بالعكس يبتدون اعلمونا اعلمونا مثلا اذا تبي شخص يشتري عشانك اشياء مو شرط اني دائما اعطي اوامر او اعطي تعليمات لا هذه الطاقة اكثر ذكاء طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم انه لازم تعطيني اشياء اكبر ابتدي ابادر ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل اوكي واكرام الكريم يكرمك بالعكس لازم تزيد يا شريكي انا اعطيتك شي بسيط انت لازم تزيد دريقة بكية في التعامل يا برج القوس واشوف هني بالعكس شريكك رح يكون جدا متفاعل معاك ويتبعك على اي خطوة انت تخطو وعلى اي نغمة انت تعزف رح يتبعك هني الطاقة اللي بعدها الاحمق او المشاغب الكارت رقم صفر وشريكك عنده ملك الاكواب يا برج القوس في شي انت رح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغييرات في شي رح تظل متمسك فيه وحتى لو هذا الكارت قاعد يراوينا انه الشخص مو متعلق باي اشياء رح تتمسك في طبيعتك ترى العفوية بالعكس الدرسي هني اللي رح تتعلمه ما رح تطبقى لدرجة انه تنسى من انت كبرج القوس تنهي طبيعتك لا طبيعتك رح تاخذها معاك العفوية ولكن رح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة انه مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم في ناس يأخذون كلامك وتصرفاتك ويحرفونها على كيف على كيفهم ليش؟ لانه عندنا رقم صفر اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم رقم صفر ورح يطلع علينا رقم مختلف يحرفون كلام على كيفهم يغيرون فيه على كيفهم لانه انت طبيعي لانه انت عفوي لانه انت صادق مو من الابراج المنافقة تتصرف نعم بجموح ولكن هذي طبيعتك يعني كأنما يقول لك او الرسالة لك انه احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما يأخذها بحسن نية شريكك من هذين الاشخاص اللي تقدر تكون على طبيعتك معاهم ولكن مو الكل لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية بالعكس فيه ناس يصطادون في الماء العكر فيه ناس يتصيدون عليك الغلطة يبحثون عن هفوة او تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك عندنا كرج البرج صدمة كلام راح يأتيك ناس يفترون عليك انه برج القوس قال وفعل او حتى درس مؤلم ولكن شريكك راح يظلم للاشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معا احب طبيعتك ولكن هني كأنه ما هو في نفس الوقت قاعد يقولك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها العفوية الضحك ان احنا ما نجامل خلها معاي انا بس لان انا اقدر افهمك ولكن مو الكل ما تكون مع الكل خصوصية للعلاقة اخر كارت عندنا الكوب الاول الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب احتمل انك هي برج القوس عندنا هني كارت برج العقرب طاقة مائية وايضا طاقة هوائية المائية ممكن تكون عقرب سرطان حوت الهوائية ميزان دلو جوزاء احس ويدي هني في طاقة الميزان لان اشوف طاقة هادئة معتدلة وايضا جوزاء انزل الكوب هذا رح يأتيك من من؟ من ملك الاكواب رح يأتيك عرض منا انت هني في اللحظة اللي تحس انك مو قتلك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة في اللحظة اللي تحس ان ابتديت تخسر فيها كل شيء او خلاص الوضع خرج عن السيطرة لان هذا الكرت يمثل سقوط البرج والفوضى رح بالعكس من بعد هاي المرحلة رح تأتيك النعم رح يأتيك عرض من الشريك سواء عرض حب عرض زواج عرض كلمة مثل انا اختارك او كلمة مثل ان يكون واضح فيها في مشاعر تجاهك يوضح لك الامور يلتزم فيها معاك هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد كلمة الالتزام اشوفها ترسلك من جانب شريكك وشريكك عنده فارس النار كأنه ما قاعد يقولك هني اهوى ملك الاكواب مو شرط انه برج مائي لا ابدا اي شخص ممكن يحصل على هاي بطاقة ولكن هذا اهوى هني شريكك معجب وان كان اهوى بالعادة وايد تصرف برسمية اكثر منك ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية وهذا هي طبيعة كنت برج القوس فكأنما التغيير اللي تمر فيه رح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الاخرين ولكن مع شريك بالعكس من الامور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية طاقة الجموح مثل ما نقول فيه حصان وفيه حصان بري هذا هي طاقة برج القوس الحصان البري اللي لحد الان ما ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته جماله طبيعي تصرفاته طبيعية شريكك جدا رح يكون يبحث حتى عن هذه الطاقة فيك في الفترة القادمة خلاسوك سلول رح يطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هذا كارت لك و كارت عشان الشريك طبعا الماضر اذا شفته الكارت لانه انقلب من شوي البرج مرة اخرى Life Experience هو كارت البرج هنا البرج مرة اخرى و شريكك عنده سبعة السيوف برج القوس في شي لازم تنتبه له في اخر اسبوعين او على اخر هذا الشهر شريكك قلت لك رح يوضح معاك امور كأنما رح يقف و يقول لك في اسلوب احنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس اما اسلوب الطيبة المبالغ فيها اما اسلوب العطاء بلا حدود اما اسلوب مثلا ان نعطي الناس اموال ووقت و نعطيهم اسرار بما نثق فيهم على الفاضي رح يقول لك محتاجين غموض اكثر طاقة الاستخباء و التستر هنا هذا المبادرة مبادرة تخلى نكون شوي غامضين و مبتعدين عن الناس نعيشنا عن مغامراتنا الخاصة يا حبيبي ولكن بعيد عنهم لانهم ما يفهموننا ما يفهمون اعجابي فيك و ما يفهمون طبيعتك طاقة شوي خلى نبتعد عنهم هذا المكان مو مكاننا نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الان يمكن اذا انتو مثلا تساكنين في بيت اهله رح يشجعك او يقترح عليك شريكك ان تطلعون لشقة او لبيت تكونون في لوحدكم ان تغيروه مثلا الجامعة نوع من الانتقال ان مثلا امام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تفكر اسمي ما ابي عين الناس لان هذا ايضا كرت الحسد ما ابي عين الناس تظل تؤثر علينا وهذه هي النصيحة لك يا برج القوس حتى و اذا ما اتت المبادرة من شريكك العيون قاعدة تصير عليك بما ان طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة ولكن قاعدة تأتي لك بانتباه او اهتمام انت ما تحتاجه اهتمام الحسد واهتمام العذار والحاسدين فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة هذه كانت قراءتكم العاطفية موسيقى 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 موسيقى